بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الحلق سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه أجمعين مرحباً فيكم مع عزائي الطلاب الطلاب الصف التاسع اليوم رح ندرس الدرس الأخير في الفصل الأول درس بعنوان كفاءة الآلة الآلات كفائتها مختلفة عن بعضها البعض شو يعني كفاءة الآلات؟ يعني أن مثلاً لو أنا بدي أروح أشتري سيارة رحت على المعرض عشان أشتري سيارة في عندي هدول السيارتين أمامي حكال البائع هاي السيارة عابيها 1 لتر بنزين اذا اخفت فيها 1 لتر بنزين سيطح للسيارة فيها 12 كيلو لا تعالي اشتري هذه السيارة بالمقابل اذا أخفتها 10 لتر stone من رح تاختي؟ اي سيارة راح تختار هذا السيارة لتر البنزين الواحد سيمشين 18 كيلو طبعا.. لترة البنزين الواحد 12 كلا، في فرق بعدد الكيلومتر صحيح احري سيارة ستنمشي لمسافه أطول لترة 1 من البنزين م ES100 مواкол тليلا سيارات التانية? لماذا ربما تخطي السيارة هاي افضل من سيارة هاي يوجد أمور في الإعلاء تزيد من كفائتها أو تقلل من كفائتها بعض الأمور الليż�FE الموجودة في الآلات تزيد من كفائتها أو تقلل من كفائتها الآن نفس الشيء، تغساج سل transaction أو تشتري مروحة فأنت經 بسي تقول لك هذه المروحة تستهلك طاقة 100 جول تمام؟ هذه المروحة تستهلك طاقة أقل ليه؟ التمتين مروح ليه عندي مروحة تستهلك عندي طاقة أكثر من مروحة أنا رح أروح أشتري بالتأكيد الآلة للكفائتها أعلى ليه مروح تستهلك طاقة كبيرة ما بتستهلك عندي طاقة كبيرة تعمل عملها دون استهلاك طاقة كبيرة لأنها ما رح تكلفني رح توفر علي فلوس ليت بتكون بعض الآلات كفائتها أكثر من بعض الآلات لأن الآلة في داخلها في داخل الآلة مسننات وقطع ومحركات هاي الأمور الموجودة أو المتركبة منها الآلة تاخد جزء من هذه الطاقة تاخد جزء من الكهرباء تاخد جزء من البنزين تصرفه على شكل طاقة حرارية طاقة احتكاك هاي السيارة قطعت 18 كيلومتر في لتر واحد هاي السيارة قطعت 12 كيلومتر في لتر واحد ليه؟ ليه ما قطعت 18؟ وين راح فرق الطاقة؟ ليه ما كملت ماشي؟ لأنها احتاجت أنها تصرف طاقة على دوران العجال احتاجت تصرف طاقة على المحرك تبعها على المسننات إذن الآلات في عندي طاقة ضائعة طاقة مهدورة هاي الطاقة الضائعة والمهدورة بتكون على شكل طاقة احتكاك طاقة الاحتكاك اللي بتضيع لي جزء من الطاقة كيف أعالجها؟ كيف أقلل من طاقة الاحتكاك لحتى يروح البنزين كله للحركة لحتى يروح الكهرباء كلها لدوران المروحة لحتى تروح الكهرباء كلها لدوران الغسالة كيف أتخلص أنا من طاقة الاحتكاك؟ مستحيل مستحيل أنك تتخلص من طاقة الاحتكاك دائماً راح يكون في عندك طاقة ضائعة مش كل الطاقة اللي بتعطيها للسيارة مش كل البنزين اللي بتعطيه للسيارة راح يروح لحركة ومش كل الكهرباء اللي تراح تروح للمروحة راح تروح لحركة المروحة وهكذا دائما في عندي طاقة مهدورة راح تكون على شكل طاقة احتكاك طيب أنا كيف أقلل من طاقة الاحتكاك ممكن أقلل منها كل ما قللت منها هاي الآلة راح تزيد كفائتها كل ما قللت من طاقة الاحتكاك هاي الآلة راح تزيد كفائتها بقلل من طاقة الاحتكاك بثلاث أشكال يا عن طريق التشحيم أو عن طريق التزييد أو عن طريق البيليا تشحيم أو تزييد أو بيليا شو يعني تشحيم شو يعني تزييد شو يعني بيليا التشحيم مادة نستخدمها والتزييد كمان مادة باستخدمها توضع بين المسننات في الأماكن اللي بتتلاقى فيها المعادن أو بيكون فيها حركة أو في المفاصل هاي المواد بحطها في هديك الأماكن لحتى تسهل من حركتها يتقلل من الاحتكاك كما تضغط عندما يصبح باب البيت يطلع صوت تذهب الوالدة ماذا تفعل؟ تذهب الوالدة تضع زيت على المفاصل لتطلع صوت هذا الصوت يسبب أن يكون هنا احتكاك تخلص من الاحتكاك أو أقلل منه تضع زيت أو تضع شحم ماذا هي البيليا؟ البيليا هي عبارة عن كرات مثل القلول الذي نلعب فيه أو نلعب فيه الصغير هذا البيليا بكون موجود لداخل الآلات مثل ايش الآلات؟ تعرفوا الاسبينر و أستطيعوا منه جميعا هذا الاسبينر جواهتك هذه الكرات هي من ساعت هذا الاسبينر على الاستمرار في الدوران لما تضرب الاسبينر بشكل طبعي وتجاهد انه يتوجد مدة طويلة كل ما كانت البيليا أو الكرات الموجودة داخل الاسبينر تفايةها عالية وأفضل كل ما دار الاسبينر مدة أطول كل ما يدور الاسبينر مدة أطول إذن بحكينا هون في الكتاب بحكينا الكفاءة الآلة أنا ممكن أحسبها كفاءة الآلة بإمكاني إني أحسبها في قانون معين خلينا نشوف الكتاب بحكينا في عنا القانون للكفاءة تساوي الشغل الناتج على الشغل المبذول ضرب 100% أو الطاقة الناتجة على الطاقة المبذولة مثل الشغل بالجول الطاقة بالجول أيضا ممكن أستخدم إذن الطاقة الناتجة على الطاقة المبذولة أحكي بدل الشغل أحكي كمان طاقة إذن الطاقة المبذولة اللي هي الطاقة المبذولة أو شو المبذول الطاقة اللي أنا بحطها للآلة اللي بعطيها للآلة أنا بعطي السيارة طاقة كيميائية اللي هي بنزين شان تحرك لمحرك السيارة تمام؟ المحرك رح يمشي للسيارة طاقة حركية المحرك بيأخذ الطاقة الميكانيكية أو الكيميائية وبيحولها لطاقة حركية لكن بلاقي إنه مش كل البنزين يتحول لطاقة حركة جزء من البنزين راح على شكل حرارة فالمحلك بيصحل المحلك بيحمى فبروح جزء من البنزين على شكل حرارة الطاقة الداخلة الطاقة المبدولة هاي بسميها عبارة عن طاقة مبدولة تمام؟ وهاي عبارة عن طاقة ناتجة طاقة ناتجة هاي الطاقة الناتجة هي المفيدة اللي بدي إياها الطاقة الحرارية أنا ما بستفيد منها ممكن أزود الآلة عندي طاقة كهربائية زي المروحة زي الغسالة الطاقة الناتجة ممكن تكون حراكية ممكن تكون حرارية حسب الطاقة اللي أنا بدي إياها من هذا الجهاز شو وظيفة هذا الجهاز مثلاً إن كوايم راح تكون الطاقة الناتجة طاقة حرارية كفاءة هذه الآلة بحسبها بإني أقسم طاقة ناتجة على الطاقة المبدولة وأضربها بمئة بالمئة كلما اقتربت النسبة من مئة فهذه الآلة ذات كفاءة أفضل في عنا هون أسئلة الكتاب أحكي لك وضحي مقصود بكفاءة الآلة كفاءة الآلة إذا بدي أعطي أنا تعريف لإلها بأخذ التعريف من القانون كفاءة الكفاءة هي عبارة عن نسبة مئوية مش عبارة عن نسبة مئوية هذه نسبة مئوية تمام الكفاءة هي نسبة مئوية للطاقة الناتجة للطاقة الناتجة أو الخارجة من الآلة الطاقة الخارجة من الآلة أو الناتجة إلى أو على الطاقة الداخلة هاي طاقة داخلة وهاي الطاقة الناتجة طاقة مبدولة وطاقة ناتجة إذن الكفاءة الآلة هي نسبة مئوية للطاقة الناتجة على الطاقة المبدولة أو النسبة المئوية للشغل الناتج على الشغل المبدول أو النسبة المئوية للطاقة الخارجة من الآلة على الطاقة الداخلة من الآلة طاقة مبدولة أو بسميها شغل مبدول أي الطاقة البنزين اللي بزوده للسيارة بسمي طاقة مبدولة بسمي شغل مبدول أو أسمي طاقة داخلة طاقة داخلة أنا طاقة بدخلها إلى الآلة الطاقة الناتجة أو الشغل الناتج أو الطاقة الخارجة نفس المعنى ثلاث مصطلحات نفس المعنى لو استخدمتهم بستطيع استخدم أي مصطلح فيهم تمام فبالتالي أنا بستطيع أعرف كفاءة الآلة إذا كنت أنا حافظة القانون نسبة مئوية لطاقة داخلة إلى طاقة خارجة بما أني أنا بحسبها بالنسبة المئوية لماذا تكون دائما أقل من 100%؟ إنه دائما في عندي طاقة مهدورة طاقة مهدورة على شكل طاقة احتكاك أنا بحاول أقلل منها قدر الإمكان بثلاثة أشكال تزييت أو تشحيم أو بيليا موجود عندي أنا التزييت والتشحيم والبيليا موجودين عندي بالكتاب في صور هاي البيليا هذا التشحيم وهذا عبارة عن التزييد تفكير ناقد سمعت يعني عن وجود جهاز يتكوى من محرك كهربائي ماذا يعني محرك كهربائي؟ محرك كهربائي يعني إشي بيأخذ كهرباء وبيحوله لحركة ومولد كهربائي بيأخذ حركة بيعطيني كهرباء يستمد كل منهما طاقته من الآخر ولا لزوم لمصدر خارجي من الطاقة إلا عند بداية التشغيل ثم يواصل الجهاز الدوراء من تلقائي نفسه ما رأيك بصحة ذلك مبررا إجابتك؟ شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام بحكي لك أنه أنا عندي هون عندي إشي اسمه محرك كهربائي هذا المحرك الكهربائي شو بيعمل؟ يحول طاقة الكهربائية إلى حركية في عندي أيضا أنا عندي هون أيضا مولد كهربائي مولد كهربائي هذا المولد بيعطيني من طاقة حركية إلى كهربائية من حركة إلى كهرباء أحكي لك ليش ما أنا أعمل جهاز يكون موجود فيه هدول اتنين مع بعض بالتالي أنا ما رح أحتاج لا لكهرباء ولا لأي مصدر طاقة يعني عشان هاي السيارة أو عشان هاي المروحة تدور شفرات المروحة بيتحركوا الحركة بتولد لي كهرباء والكهرباء بتروح بتحرك شفرات المروحة وهكذا شفرات المروحة لما يتحركوا الحركة بتولد لي من ولد الكهربائي من حركة بيولد لي كهرباء بعدين الكهرباء بتروح بتحرك للشفرات وهكذا بحتاجش لما أي مصدر كهربائي ولا مصدر طاقة وهذه آلة مثالية ورح أجد إنه هاي الكفاءة تبعتها مئة بالمئة لو حسبتها ما في عندي أي هدر من هدر للطاقة بحكي لك ليش ما بيكون عندي جهاز زي هيك طبعا ما رح يكون عندي جهاز زي هيك لأنه في عندي مصادر لضياع الطاقة في عندي مصادر لضياع الطاقة في عندي في هدول الجهازين إشي اسمه إحتكاك دولان الشفرات رح يعمل عندي إحتكاك المحرك رح يسخن رح يضيع عندي هدر في الطاقة على شكل حرارة فبالتالي أنا الآن لو بدي أحكي إنه المحرك الكهربائي بلشت أنا أعطيته طاقة مئة بالمئة وهذا المحرك الكهربائي راح انتقل أعطاه تحول من حركية إلى كهربائية لكن هون خسر جزء من الطاقة خسر جزء من الطاقة فبالتالي رح تنخفض الطاقة هون إلى مثلا 75% لما بدي يروح يتحول من كهرباء إلى حركة أيضا رح يفقد جزء من الطاقة لأنه كمان في عندي احتكاك وفي عندي طاقة حرارية مفقودة فرح يصفي عندي من الطاقة نحكي 60% وهكذا رح يضل الرقم يقل رح يصير الآن كمان بده يتحول من الحركة للكهرباء فكمان مرة رح يقل عندي بطل 60% سير 50% وهكذا لحتى إيش يصير عندي صفر لحتى تفنى الطاقة هي ما فنت هي تحولت إلى طاقة احتكاك وطاقة حرارية واختفت فالجهاز بهذه الطريقة لن يعمل أنا أحتاج إلى مصدر مستمر من الطاقة أحتاج إلى مصدر مستمر من الطاقة ما بستطيع إنه بس أعطي طاقة بالأول 100% وخلص هاي الشفرات دارت مدام دارت الشفرات لازم تولد لي كهرباء بعدين الكهرباء تروح تعطيني طاقة حركية فالشفرات تضلها الدول ما رح يكون عندي آلة موجودة بالشكل هذا وتعمل بهذه الكفاءة هذا الشيء غير موجود الآن في عنا هذا السؤال من أسئلة الفصل سؤال 3 بحكي لنا مكنسة كهربائية كفائتها 80% إقدار الطاقة الكهربائية الداخلة فيها 400 جول ما مقدار الطاقة المفيدة الخارجة منها هذا سؤال يحل على درس كفاءة الآلة كيف أحل هيك مسائل تجيني على كفاءة الآلة أول شيء بدني أفهم أنا المصلحات اللي هو مستخدمها لما يحكي لي مكنسة كهربائية كفائتها فهو أعطاني هون كفاءة الآلة أعطاني كم تساوي 80% تمام مقدار الطاقة الكهربائية الداخلة شو يعني؟ الطاقة الكهربائية الداخلة هي الشغل المبدول إحنا حكينا ممكن أسمى الطاقة الكهربائية داخلة شغل المبدول أو طاقة داخلة أو يمكن أسميها الطاقة المبدولة إذا هدولو تerapeutраeth مصلحات وأن имеértم لنفس المعنى إذا الطاقة الكهربائية الداخلة هي نفسها الشغل المبدول الطاقة الداخلة أعطاني إياها هي نفسها الشغل المبدول كم يعطيني إياها؟ تساوي 400 جول تمام طالب مني ما هي الطاقة الخارجة؟ المفيدة الخارجة شو يعني الطاقة الخارجة؟ الطاقة الحارجة هي الشغل الناتج أو الطاقة الناتجة تمم إذاً، سأعضني الطاقة الخارجة قالت نفسها الشغل الناتج و تساوي معجهوله أنا ما أعرفه تمم إذا أنا بروح و أكتب قانون كفاءة الآلة قانون كفاءة الآلة كفاءة الآلة تساوي الشغل الناتج على الشغل المبدول ضرب 100 بالمئة كفاءة الآلة؟ كم أعود احتها بقيمتها؟ 80% تساوي الشغل الناتج كم؟ مجهولة أنا بدي أعرفها ممكن أخليها الشغل الناتجة وأكتب مكانها سين مجهولة على الشغل المبدول اللي هو 400 اللي هو نفس الطاقة الداخلة اللي هو 400 ضرب 100% عندي هون بالمئة وعندي هون بالمئة بروحوا مع بعض هاي الإشارة طيب إشارة بالمئة هاي بتروح مع الإشارة من الطرف الآخر تمام عندي صفرين الأربعمية مع صفرين المئة حيروحوا مع بعض تمام تمانين دي أضربها في أربعة تساوي سين تمانين ضرب أربعة تساوي سين مش قمدي أوجد سين دي أتخلص من الأربعة معها فرح أضرب بأربعة أضرب بأربعة تمام هيدا الرياضيات استخدري طريقة اللي بدك إياها أو أضرب 80 مباشرة في الأربعة نفس الفكرة تمانين في أربعة من هط الصفر تمانية بأربعة اللي هي ثنين وثلاثين تساوي مين سين بمأنه أنا بحكي عن شغل فالوحدة هون رح تكون إيش؟ عبارة عن جول تمام حينشوف مثال آخر في عندي هذا المثال خلاط كهربائي يحتاج طاقة مبذولة مقدارها 600 جول الطاقة الناتجة من مقدارها 300 جول احسبي كفاءة الخلاط عشان أحسبي الكفاءة كمان نفس الشيء رح نكتب القانون كفاءة الآلة كفاءة الآلة رح تساوي الشغل الناتج على الشغل المبدول ضرب 100 بالمائة تمام ورساوي الشغل الناتج هو نفسه الطاقة الناتجة كم الطاقة الناتجة على الشغل المبذول هو نفسه الطاقة المبدولة كم تساوي عندي 600 ضرب 100 بالمائة رح يروحوا الأصفار hold مع بعض 3 على 6 ثلاثة هاي فيها بواحد هي فيها باثنين 100 على 2 رح تعطيني كم 50 بشارة المئة إذن عندي هون كفاءة الآلة رح تساوي عندي 50 بالمئة تمام إن شاء الله يكون هيك الدرس مفهوم هيك أنهينا درس كفاءة الآلة لا تنسوا تخبروا أصدقائكم عن قناة علم بالقلم واتنسوا تضغطوا سبسكرايب و لايك وانتظرونا في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر